فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية يبدو ما شرط منه هو أساس الفعل أنهم يرون الكفار أهل كمال والمسلمين أهل نقص هذا هو نعم بل يقولون كلاما فيه خطورة على الدين يقولون هذه قشور يقولون عفاء اللحياه أجز الشارب هذه من القشور يصفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها قشور ومن بلغ به الحد إلى هذا فيخشى عليه من الردة لأنه يستهزي بالشرع الله جل وعلا يقول قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فكونه يحلق لحيته ويوفر شاربه هذه معصية محرمة لكن كونه يضيف إلى هذا ويقول هذه قشور أو حتى ولو لم يحلق لحيته وكان يجوز شاربه وهو يقول هذه قشور هذا يخشى عليه من الردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر